احنا قدام ثورة في عالم التكنولوجيا الطبية يا دكتور اه على حسب الدراسات الاخيرة في ان هو كل تفكير التكنولوجيا تلوقتي اللي بيتم وتبضيهه بيتم على الحاجات اللي هي اللي فيها اصابات كبيرة جدا مثل الشلل مثل تحسين حالة النفسية والصحية للمريض الجلطات والاخرى الاخرى الأمراض اللي هي صعبة معالجتها كان كل التفكير عليها في اخر عشر سنين انهما يطوروا من التكنولوجيا الصناعية في المخ انهما يحسنوا الأمراض دي ده صعبة طيب دكتور محمد معلش عشان نقرب الصورة شوية انه فيه ناس كتير جدا وهم بيسمعوا الخبر ده يعني بيسألوا ازاي بيتم زراعة شريحة في مخ الإنسان ازاي بتيجي الأوامر من المخ لهذه الشريحة العملية أو كيفية إجراءها موضوع يعني فيه نوع شوية من الخيالية اه طبعا هو في الأول كان يعني دي مش أول شريحة تتركب في المخ كعلاج لا هو حصل كان فيه فيه مثل في الالف التسعينات وفي الالفنات كان فيه تم تركيب شريحة زي عبارة بطارية بتثير الكهرباء في منطقة معينة لعالجة مرض الشلز الرعاش وده تم نجاح العملية دي بيسأل الضبط بطارية بتحفز مكان معين يسرز مادة يحسن مرض معين وتم نجاح الموضوع ده بس ده عبارة عن بطارية بتتركب في المخ وتحفز الموضوع ده اللي احنا نتكلم عليه بلوتي ده حاجة اسمه ده game changer ده الراجل اللي هو ليلون ماسك أو الشركة بتاعتها غيرت قانين اللعبة تماما ان انا عن طريق الجهاز اللي في دماغي اقدر بتفكيري اتحكم في حاجة ودي حاجة طبية وغير طبية يعني لها اشياء تقدر مثلا طبية وغير طبية فعبارة عن جهاز ده بورا جهاز بيتركب في المخ واللي بيأكده روبوت وعبوها حجمه اقد حجم الكوين او عجم العملة المعدنية والعملة دينا ما بيأكدها روبية لها خيوط كهربائية الخيوط دي بتوصل ديه الاعصار بتاعتنا وتقدر من خلالها تقرأ الوصلات الكهربية والمخ عندنا كله وصلات عصبية صحيح عصاب ووصلات عصبية عشان اكون باي عمل وظيفة المخ بيأكد عن طريق توصلات كهربية فهو الخيوط اللي موجودة على الجهاز دي بتوصل لهذه الاعصاب واحنا عندنا تقريبا تمانين مليار او اكتر عصب في المخ تمانين مليار فبيوصق بيها ويقدر يراها ويقدر يراها ويوصلها بعد كده بجهاز يعني الجهاز دي عبارة عن زي وصيد ما بين المخ وما بين الجهاز اللي انا هستخدمه كاتل إليزيون ديه شيء معقد جدا ديكتوري هراك بتكلم عن تمانين مليار خلالها عصبية احنا هنا ده شيء معقد جدا يعني اننا الشريحة دي تقدر تستقبل الاشارات دي حتى لما تبس تستقبل كله بس انا هجقوله يعني احنا في كل شرية الجهاز بيحاول يستقبل وصلات الالكترونية او سيجنلز معينة او اشارات من العصب اشتركوا في القناة